بسم الله الرحمن الرحيم منظر الدم اللي بيخرج من اي جزء من الجسم بيعمل شيء من الخوف والقلق بطبعة الحال وربما ده يستمر لحد ما تعرف السبب ويتعالج وده اللي بيحصل لما حد يشوف بقع دم في البراز بتاعه او حتى على الملابس الدخلية اللون الاحمر في البراز بيدل على وجود دم فيه انما كمان اللون الغامق او الاسود بيقول نفس الكلام انما فيه انوع من الاكل ممكن تخلي البراز لونه احمر زي البانجر والفراولة وصلصة طماطم وبعد العصار الحمرة خاصة العصار المحدود فيها لون صناعي اما اللون الغامق او الاسود ده ممكن يكون نتيجة لأكل الشوكولاتة الغامقة والتوت الازرق والاسود والعرقسوس وفيه بعض المضادات الحيوية اللي بتعمل اللون الاحمر ده وكمان فيه ادوية بتعمل اللون الغامق والاسود زي الادوية اللي فيها عنصر الحديد او الادوية اللي فيها الفحم الطبي على اي حال دي بتبقى حالات مؤقتة وبتاخدش وقت طويل علشان كل حاجة ترجع زي ما كانته في قارب وقت يعني احيانا كمان بيبقى فيه بالفعل النزيف الدموي بيستمر يوم او يومين وبيروح من نفسه وبدون اي تدخل من اي نوع اللي بيحصل ان الجسم بيقدر يتصرف من نفسه مع مكان النزيف ويسده والامور بعد كده بتبقى طبيعية وعادية جدا نعم الكلام هيبقى عن الدم اللي بينزل في البراز وبيستمر بدون القطاع والمدة كزا يوم وربعة وده هيكون دليل على ان النزيف جاي من اي عضو من اعضاء الجهاز الهضمي وفي ازباب ممكن تكون هي سبب في النزيف الدمو ده زي الشرخ الشرجي وده ما كانه بيبقى في الغشاء والانسجة المبطنة لفتحة الشرج وورحة المعدة والاثنى عشر سواء كانت عبارة عن تآكل في الغشاء المبطن للامعاء دي او بسبب جرسومة المعدة حتى تآكل الغشاء المبطن للمعدة والاثنى عشر ممكن يحصل بسبب استعمال كل انواع المسكنات تقريبا والمدة الطويلة وبتركزات عالية كمان اي تمزق في المريء او يحصل في دوالي بيعمل نزيف شديد وبالنسبة للقولون اللي هو الامعاء الغليزة يعني اي التهاب فيه بسبب بعض امراض القولون او بسبب اي تلوس مكروبي ممكن يعمل نزيف دموي حتى الامساك الشديد المستمر ممكن يعمل شرخ شرجي وممكن يخلي حالة البواسير اسوأ واسوأ والنتيجة هتبقى نزيف دموي واحيانا بيحصل وجود زوائد واورام حميدة في القولون ودي بتكبر مع الايام وتنزف واحيانا الزوائد دي بتتحول وتبقى زوائد سرطانية في الحالة دي غالبا هتعمل نزيف انما النزيف ده ما حدش بيشوفه الا مع التحليل المعملي بس وفي بعض الاوعيات الدموية المنتشرة في انحاء الجهاز الهضمي الاوعية دي مش زي غيرها انما بتاخد شكل مختلف الى حد ما وكمان بتبقى ضعيفة وسهل انها تنفجر وتعمل نزيف كل انواع النزيف دي ممكن ما يكونش لها اي اعراض جسمانية محدش يشتكي من حاجة انما كما ممكن يكون في اعراض مصاحبة للنزيف اللي حصل زي قلب في منطقة البطن قيء ضعف عام صعوبة في التنافس اضطراب في ضربات القلب اسهال واحيانا نوبات من الاغماء وبطبيعة الحال كل الاعراض دي هتختلف في شديتها حسب النزيف وطول فترته ومكانه وشدته الكشف المبدئي الحقيقة مهم جدا علشان حتى من بعض الاعراض ومن لون الدم ممكن اوي نعرفه الى حد كبير مكان النزيف يعني على سبيل المثال لو البراز كان فيه دم احمر فائع فده ممكن يرجح النزيف حصل بسبب الشرخ الشرجي او البواسير او جيوب في جدار القولون بينما اللون الغامي والاسود ممكن يرجح النزيف بسبب قرحة في المعدة او في الاثنى عشر العلاج المبدأ بيكون ادوية تسيطر على النزيف وتوقفه قدر الامكان انما كمان لازم تتعمل تحليل توضح وتبين اي مشاكل في عملية التجلط والانيمي ووجود جرسومة المعدة من عدمه بالاضافة لعمل منظر واشعاعات مختلفة علشان تحديد مكان النزيف بدقة كبيرة وبعد ده كله يبقى العلاج هتوقف على كل تعمل ده يئم علاج دوائي يئم جراحة يعني الشاهد من الكلام ان وجود دم في البراز ممكن يكون شيء عابر او لاسباب بسيطة وعلاجها سهل جدا او ممكن كمان يكون بسبب مشكلة بعض اجهزة الجسم يبقى في الحالة دي لابد من الاهتمام علشان نسيطر على الموقف من اوله وقبل ما يستفحل ويتعقد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته